السلام يعطيكم العافية جميعا بالفيديو الماضي حكينا عن الليبل الأول والليبل الثاني للجافا انه كيف تصير جافا developer تكون جافا developer محترف حكينا انه في مستويات لازم تمر فيهم وحكينا عن المستوى الأول وحكينا تفاصيله وحكينا عن المستوى الثاني اللي هو بخص مستوى الويب المستوى الثالث بخصوص الجافا لازم ننتقل فيه لمرحلة متطورة أكثر من ناحية كتابة الكود من ناحية خلينا نحكي الكود ديزاين أكثر ما أنه ندقق على الجافا نفسها أو الجافا core نفسها لأنه أنا الجافا عرفتها خلص عرفت أساسيات الجافا وخلصنا طيب ما بعد أساسيات الجافا بدي أنظم الكود تبعي بدي أخلي الكود تبعي أكثر وبروفيشنال للعلم أنه أغلب الأكواد أنت مستحيل تحفظها يعني مثلا أنا بدي أكتب كود يقرأ من فايل موجود عندي على الجهاز ويخزن على الداتا بيس ممكن أنا بهذه الحالة أستعين من الإنترنت لأنني مش حافظ كل الفنكشنز اللي بتعملي هذا الحكي على سبيل المثال فأنا بروح ببحث بجوجل كيف بدي أطول هذا الكود من الستاكوفر فلو على سبيل المثال بطول الكود وأستخدمه لكن بالليبل الثاني من الجافا أو بالليبل الأدفانس من الديفلوبمنت بدي أتعلم كتابة الكود بالطريقة الصحيحة وفي عندي هنا أكثر من شغلة بدنا نتبعها أول إشي الـ Solid Principles اللي هي المبادئ الخمسة لكتابة الـ Object Oriented أو خلينا نحكي Clean Design مننا نعمل Clean Design في عندي خمس مبادئ لازم أتبعهم وهي الخطوة الأولى أو هذا الـ Step الأولى في الليبل الثالث من الجافا فبالخمس مبادئ هم خمس مبادئ بتعلمني كيف أكتب Good Design Good Code وطبعا هاي بداياتي في تعلم Clean Code راح تكون راح تبدأ من الخمس خطوات هاي الخمس خطوات احنا شرحينهم على اليوتيوب تقدر ترجعهم في دوراء الـ Solid Principles تحضرهم ضرورة جدا فمنهم Single Responsibility Principle Open and Close Principle Lessive Substitution Principle Interface Segregation Principle و Dependency Inversion Principle خمس مبادئ سهلات مش صعبات شرحا بسيط مش معقد لازم هاي أول خطوة تتعلمها في Advanced Level الخطوة الثانية في المرحلة الثالثة والمستوى الثالث اللي هي Design Patterns طبعا الـ Design Patterns هي تتصنف لأكثر من صنف لكن من أهم الـ Design Patterns اللازم تتعلمهم هم السنغلتون والفاكتوري والـ Builder طبعا لهم فيه لهم تصنيفات اقرأ عنهم شوفهم أكثر يعني لازم تكون تعرف Design Patterns ما بعد هاي الشغلتين أنا الآن مهيئ أني أدخل لمجال Frameworks أني أبدأ بالـ Frameworks وهنا بتبلش عندي Advanced Level أكثر وأكثر وهي من أهم الخطوات صراحة يعني الخطوات الأولى للـ Java أنت بتكون تعرف Java SE حكينا أو Java Basic هيك أنت عرفت الأساسيات اللي ممكن تتقابل فيها لما تكون خبرتك بين سنة ل خلينا نحكي ممكن لثلاث سنوات ما بعد ثلاث سنوات لازم تطور مهراتك أكثر لحد ما توصل لمرحلة Frameworks طبعا ممكن أنت تكون عندك سنة خبرة وأنت بتعرف هذا بحكي كله هذا أفضل إلك وبتطورك بشكل كبير وبالطلب بزيد عليك بشكل كبير بين الشركات طيب ومن أهم الشغلات اللي لازم نعرفها بالـ Level 3 اللي هي Frameworks Java تملك أكثر من Frameworks وأحنا بنعني بالـ Frameworks اللي هو مجموعة أكواد مع كونسيبتس مع ديزاين باترن مع صليد برنسبة يعني خليط من الأمور مبرمجة محطوطة ببكيجز وتستخدمها أنت وأنا وأي شخص بستاندر معين في طريقة معينة فهي منسميها Framework تمام؟ فهي يعني أنت بتقدر تكتب كود وبطريقة معينة وبعدها تنشر على الإنترنت فهيصار عندك Framework فمن أشهر جاوة Framework الموجودة اللي هو Spring طيب عشان نبدأ بالكاريربات بالكاريربات تبعنا بالـ Spring وهو من أهم الأمور اللي لازم أنت تتعلمها أول شيء اقرأ عن Spring Core اقرأ عنه اعرف عنه بس لا تدخل لتفاصيل كثيرة في الموضوع بس اعرف شو هو Spring Core بعدها نتقل للـ Spring Boot بالمناسبة في دورة كاملة الحمد لله ما أخذت أقيم خمسة فراح أردلكم صورة عن الدورة بتقدر تشترك فيها من خلال يودمي وراح أطلكم رابط خصم كمان للدورة في الدسكريبشن للـ Spring Boot Spring Boot هو من أفضل لفريموركس اللي موجودة على هذا الكوكب مش بس بالجافة بشكل عام لسهولته لبساطته لقوته لقوت وكثرة الطلب عليه والـ Spring Boot هو بدايتك أنك تروح لـ Advanced Level في الميكروسيرفيس وArchitecture يعني لسه هاي المرحلة لـ Java Level 3 هي مرحلة كبيرة وبدك طبعا وقت ممكن تقعد سنة تتعلم بهذه المرحلة أو لتخلص هذه المرحلة لكن الـ Spring Boot هو بداية هاي الخطوة اللي لازم تتعلمه واللي رح يغير الكريرباث تبعك ورح يعطيك فرص أكبر لشركات أكبر وأفضل كمان فبعد الـ Spring Data طبعا الـ Spring بشكل عام هو خلينا نعتبر أنه مظلة وتحتيها أكثر من مشروع فهو مشروع كبير فيه تحتيها أكثر من مشروع من هاي المشروع الـ Spring Core الـ Spring Boot Spring Data Spring MVC كمان فيه أمور رح نحكي عنها بالـ Micro Services فبداية نتعلم Spring Boot تعلم Spring Data تعلم MVC طبعا نحن كله حكينه في الدورة فهو ممكن تستفيد من الدورة بشكل كبير اعمل اعمل بروجكت عليها بعد ما تخلص الـ Spring Boot تنتقل لـ Micro Services بالـ Micro Services زي ما حكينا احنا الـ Spring هو مشروع كبير بينقسم لـ اقسم لمشاريع فرعية منها Spring Boot Spring Data Spring MVC فمن هاي المشاريع Spring Cloud فعشان تتعلم الـ Micro Services زارة تكتر طيب قبل احنا احنا دخلنا موضوع طول بدون ما نحكي شو الـ Spring Micro Services الـ Micro Services ان انا عندي مشروع كبير زي مثلا مشروع مستشفى لادارة المستشفيات انا ما بعمل مشروع واحد لا بقسم المشروع لأجزاء صغيرة تمام يعني مثلا العيادات او خلينا نحكي الـ SMS يعني شخص اجا للعيادة او اجا للمستشفى بدي اعمل مراجعة معينة حجز موعد معين فانا ببعت له SMS على سبيل المثال الـ SMS هي بعملها بـ Service الحال تمام يعني باخذها جزء من الـ Application الكبير من البرنامج الكبير بحطها لحال وبخليها تحكي لحالها وبتعامل معها لحالها وكود لحال وبروجيكت لحال ومثلا كمان اضافة حدث تعديل المرضى بحطهم بـ Service الحال كمثال الـ Report تبع المرضى بحطه لحال ببروجيكت لحال فانا ايش قسمت البروجيكت الكبير لبروجيكت صغيرة فهي احنا نسميها Micro Services Artitecture يعني هو معمارية لتصميم الكود فمعمارية تصميم الكود يسميها Micro Services Artitecture اني اقسم البرنامج الكبير لأجزاء صغيرة طبعا بالنسبة الـ Micro Services احنا حكينا عنها باليوتيوب شوف فيديو حكينا عنها اكتر من فيديو فشوف الفيديوهات رح تعرف شي رح تفهم رح تفهمها طيب عشان اتعلم Micro Services اول شي بدي اتعلم Spring Cloud و بدي اتعلم Frame Framework طبعا الفين Framework هو احد مشاريع Spring Framework بدي اشوف شو هي Rest Template اتعلم Rest Template و بدي اتعلم Eureka Framework هاي فعليا هاي هاي الخطوات لحالها مختصر مفيد لكيف تتعلم Micro Services لكن مستحيل انت تعلم Spring Cloud بدون ما تكون عندك خبرة في Spring Boot فنصيحة مني ادرس في Spring Boot والحمد لله الدورة الوحيدة في الوطن العربي خاصة Spring Boot الاقوى هي دورتي بفضل من الله فمنصحك تشوفها موجودة علي يوديمي رح حط لك الرابط رح حط لك رابط خصم كمان تقدر تستفيد منه من الدورة لهان وبعد ما تخلص انت البلان هاي ان شاء الله والبلان هاي طبعا مدتها طويلة بعد ما تخلص هاي البلان انت بتكون مؤهل انك تتشتغل طبعا بشركات كبيرة لانه انت بعد ما تكون عندك خبرة بالفريمورك السبرينج يعني شايف مايكرو سيرفزز انا ما بنصح انك يعني تخربط على كثير لوصل لعند السبرينج بوت الفريمورك مايكرو سيرفزز بعد ما تتقن موضوع السبرينج بوت ادخل على المايكرو سيرفزز لا تدخل عليها مباشرة ومجرد ما انت تعلمت السبرينج بوت رح تفتح لك آفاق جدا كبيرة وتستفيد كثير وعن جد الموضوع رح يكون كثير كثير ممتع لهون من كون احنا خلصنا الفيديو تبع اليوم خصوص الجابا وان شاء الله رح عمل بلان كيف نصير كديف اوبس وراح نعمل بلان كمان نحكي اكثر على المايكرو سيرفزز شو تتعلم بالزبط لتوصل شخص تعرف مايكرو سيرفزز 100% واذا في عندكم شغلات مقترحة ممكن نعملها رودماب فاكتبها في التعليقات وان شاء الله اننا نعملها بقرب وقت ممكن ياتكم العافية جميعا